بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الكلام حول الخطاب الثقافي الإسلامي إذا أردنا لهذا الخطاب أن يكون مؤثراً وناجحاً يجب أن نوفر عدة أمور أو يجب أن تتوفر عدة أمور إذا هذه الأمور توفرت فإن الخطابة سيكون ناجحة الأمر الأول العلم والوعي من الطبيعي أن الإنسان كلما ازداد علماً ومعرفةً ازداد استيعاباً لأن الإنسان إذا كان جاهلاً ببعض الحقائق فإنه لا يتمكن من استيعاب الأمور التي تبنى على تلك الحقائق وفي الحديث الناس الناس أعداء ما جهلوا لماذا الناس أعداء ما جهلوا؟ لأن الإنسان الجاهل لا يستوعب الحقيقة وإذا لم يستوعب الحقيقة يتصورها ضلالاً ويتصورها منكراً ويتصور الحقيقة في غيرها وفي عكسها فلذلك البنية والأساس المهم لاستيعاب الإنسان للحقائق هو العلم والمعرفة والوعي ولذا الآية الشريفة تقول وتعيها أذن واعية الأذن الواعية تعي الحقائق التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله إلى الناس لماذا؟ لأن الإنسان حينما كان مستوى علمه وفهمه ووعيه مستوى على مستوى عال فإنه يتمكن من استيعاب الحقائق ولذا نجد في آية أخرى الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العلماء هم الذين يخشون من الله حصراً لذا قدم الآية بكلمة إنما التي تفيد الحصراً إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء هم الذين يخشون من الله سبحانه وتعالى حصراً لماذا؟ لأن الجاهل لأنه لا يدرك الحقيقة لا يستوعبها فيرتكب أموراً تلك الأمور خلاف الخشية وخلاف الخوف من الله سبحانه وتعالى ولكن الإنسان العالم وليس المقصود بالعالم هنا فقط طالب العلم بمعنى ما يصطلح عليه برجل الدين وإنما المقصود كل من انكشفت لديه الحقائق لأن العلم هو انكشاف الحقائق لدى الإنسان الذي انكشفت له الحقائق فهو عالم بتلك الحقيقة طبعاً العلم من الأمور المشككة بمعنى أنه لها مراتب له مراتب قد تكون مراتب عليا وقد تكون مراتب دنيا وقد تكون مراتب متوسطة فكلما الإنسان علم بحقيقة تلك الحقيقة تسوقه إلى الخشية من الله سبحانه وتعالى بمقدار تلك الحقيقة وهذا الأمر ليس منحصراً فقط في الخشية من الله سبحانه وتعالى بل حتى في الخوف من الأمور والأخطار الأخرى الإنسان الذي يعلم بأنه مراقب من قبل سلطة فإذا ارتكب مخالفة فإنه سيعتقل وسيعاقب فإنه عادة الإنسان الذي يعلم بأنه مراقب هذا العلم يسوقه إلى أن يخاف من تلك السلطة ولا يرتكب المخالفة لماذا خاف؟ لأنه علم بأنه مراقب الإنسان الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبه وأنه يجازيح هذا العلم يسوقه إلى الخشية من الله سبحانه وتعالى بأن لا يرتكب المخالفات وأن يعتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى فالأمر الأول في تأثير الخطاب الثقافي الإسلامي أن تكون الأرضية أرضية مناسبة بأن يكون الناس بمستوى من العلم والوعي ولأن الخطاب الإسلامي يبتنى على علم الناس وثقافتهم ووعيهم بحيث أن الجهال من الناس لا يستوعبون هذه الحقائق فلذا نجد الاهتمام البليغ والأكيد على العلم والتعليم والثقافة والتثقيف والفهم وما إلى ذلك إذا راجعنا القرآن الكريم نجد القرآن يركز تركيزاً بليغاً على العلم والمعرفة وفي الحقيقة هذا التركيز من دلائل حقانية الإسلام والقرآن لأنه عادة المستبدون عادة المبطلون يريدون إبقاء الناس في الجهل لأنه إذا كان الناس جهلاً لا يعرفون، لا يفهمون، لا يعلمون، لا يعقلون حينئذ يتمكن المستبد من الاستمرار في سلطته وفي استبداده وأدعياء النبوة الكاذبون هؤلاء أيضاً يحاولون إبقاء أتباعهم على الجهل وإبقاءهم يحاولون إبقاءهم على الجهل لماذا؟ لأنه يعلمون بأن أتباعهم لو علموا، لو ارتقى مستواهم الفكري والعلم والثقافي سيكتشفون أن هؤلاء أدعياء وأن هؤلاء كاذبون وهؤلاء مفترون ولكن المحق الذي معه الحق هذا لا يخشى من علم الناس بل يحاول أن يزيد من علم وثقافة وفهم الناس لكي يلتفتوا إلى حقه ولكي يلتفتوا إلى صحة كلامه نحن نستدل بتأكيد القرآن من خلال تأكيد القرآن والرسول صلى الله عليه وآله على العلم والعلماء والفهم والتفكر والتأمل والتدبر نستدل على أن الإسلام هو الحق وأن الرسول صلى الله عليه وآله جاء بالحق مع أن الرسول لم يتعلم القراءة والكتابة عند أحد كان أميا طبعا الأمي بمعنى أنه لم يتعلم القراءة والكتابة عند أحد نحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله جامع للكمالات بتعليم من الله سبحانه وتعالى يعني رسول الله لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب وفي إحدى الآيات الكريمات إشارة إلى هذا الأمر أيضا أنه الرسول لم يكن يخط كتاب من قبله إذن لارتاب المبطلون ولكن عدم تعلمه الكتابة والقراءة عند أحد ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى لم يعلمه بل نحن نعتقد حسب ما ورد في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن رسول الله كان يعرف القراءة والكتابة ولكن بتعليم من الله يعني بطريقة إعجازية وليس بتعلم عند أحد زين الرسول صلى الله عليه وآله لم يتعلم القراءة عند أحد والكتابة عند أحد لم يتعلمهما عند أحد وفي طيلة حياته لم يقرأ ولم يكتب ولكن مع ذلك يركز تركيز بليغ على العلم على التعليم على تعلم القراءة وعلى تعلم الكتابة هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حقانية الرسول صلى الله عليه وآله لمن كان يعقل فعلى كل حال هناك اهتمام بليغ من الإسلام للعلم والتعلم حتى نحن الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله ماذا نسميه وماذا اسمه اسمه القرآن مشتق من القراءة وأول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله الآيات الأول التي نزلت على رسول الله كانت الآيات في صدر السورة اقرأ تبدأ بالقراءة والكتابة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يعني أول آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم الأول من البعثة كانت آيات تدل على القراءة وعلى الكتابة وعلى القلم قرن القلم بخلق الإنسان خلقه من علق وإقرأ باسم هذا الرب الذي خلق الإنسان من علق وعلمه بالقلم وعلمه ما لم يعلم فالأساس الذي يبنى عليه الإسلام هو العلم والثقافة الإسلامية تبنى على العلم يعني لو نحن أردنا أن نوصل الثقافة الإسلامية الصحيحة إلى العالم يجب أن نحاول أن نرتقي بمستوى الناس ومستوى الجمهور وأن يعلموا ما يجهلوه فإذا علموا ما جهلوه فحينئذ يكتشفون الحقائق ويتقبلون هذا الخطاب بصدر رحب لأنهم يستوعبونه وفي غير هذه الصورة إذا بقوا في الجهل فإنهم لا يتمكنون ولا تكون لهم القابلية في فهم هذا الخطاب ولذا نحن كما ذكرنا في إحدى المواضيع السابقة نعتقد أن الفتوحات الإسلامية هذه التي حدثت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله فتح الروم وبلاد الفرس وبلاد مصر وغيرها من البلدان هذه لم تشكل في حقيقة الحضارة الإسلامية لأن مجرد الفتح أو الغزو لا يشكل حضارة ولذا نحن نشاهد كما ذكرنا في إحدى المواضيع السابقة أن هناك أقوام كانت حالة الغزو فيهم أكثر وفتحوا أو غزوا كثير من البلدان أكثر مما فتحه المسلمون مثلا المغول المغول لم يشهد التاريخ غزاة مثل المغول خلال فترة قصيرة اكتسحوا أكثر من نصف العالم المكتشف في ذلك الوقت اكتسحوا البلدان الإسلامية اكتسحوا الصين اكتسحوا شرق أوروبا ولكن لم يتمكنوا من تشكيل حضارة لماذا؟ لأن الحضارة لا تبنى على الغزو ولا تبنى على الفتح وإنما الحضارة تبنى على العلم تبنى على الفهم تبنى على الثقافة تبنى على المعرفة ولذا الحضارة الإسلامية لم تبنى على الغزوات أو على الفتوحات وإن كانت تلك الغزوات أو تلك الفتوحات ممهد الحضارة الإسلامية بنيت على العلم بنيت على العلماء في مختلف صنوف العلوم ولذا التعبير عن الحضارة الإسلامية بالحضارة العربية هذا تعريف خاطئ وهذا غلط وإنما هي حضارة إسلامية لأنه اشترك في تشييد هذه الحضارة مختلف الشعوب التي دخلت في الإسلام اشترك فيها العرب واشترك فيها الفرس واشترك فيها قسم من السريان الذين أسلموا وقسم من الرومان الذين أسلموا وما إلى ذلك هذه الحضارة ابتنيت على العلم وهذا العلم لم يكن نتاج لقومية واحدة لكي ننسب تلك الحضارة إلى إحدى تلك القوميات وإنما كان منتسب إلى مجمل من نشر العلم فبناء على ذلك الأساس الأول في الخطاب الثقافي الإسلامي هو أن يكون هناك أرضية مناسبة لتقبل هذا الخطاب ولذا نحن حتى حينما نأتي إلى داخل المسلمين نجد أن كثيرا من المسلمين هؤلاء لا يعرفون من الإسلام إلا الإسم وفي حياتهم نجد هناك نجد بين حياتهم وبين الإسلام بونا شاسعة لماذا؟ لأن حالة الجهل سببت أن لا يستوعبوا الخطاب الإسلامي يستمعون إلى القرآن ولكن لا يستفيدون من هذا القرآن لماذا؟ لأن هذا القرآن صحيح يدخل في آذانهم ولكن لا يصل إلى قلوبهم لماذا؟ لأن الكثير منهم يجهلون والإنسان الجاهل لا يتمكن من استيعاب الحقائق وكذلك نحن بعد القرآن الكريم حيث ذكرنا أن القرآن يركز على العلم اسمه قرآن أول آية وأول سورة إشارة فيها إلى العلم وإلى التعلم وإلى القلم وإلى القراءة وكذلك هناك سورة في القرآن اسمها سورة القلم والله سبحانه وتعالى يقسم بالقلم نون والقلم وما يسطرون قسم بالقلم وقسم بما يكتبه هذا القلم بعد القرآن نأتي إلى حياة الرسول صلى الله عليه وآله نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحفز المسلمين نحو العلم والتعلم وكلنا نعلم أنه في غزوة بادر حينما أسر سبعين نفر من المشركين الرسول لإطلاق سراحهم أخذ منهم فدية ومن كان يعرف منهم القراءة والكتابة فديته كانت أن يعلم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة يعني مع أنه في ذلك الوقت المسلمون كانوا بحاجة إلى المال وكان يمكن أن يفتدي هؤلاء بأموالهم ولكن مع ذلك لبيان أهمية العلم والتعلم ولتكريس هذه الحالة في حياة المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله جعل الفدية تعليم القراءة والكتابة وكلنا ندري أن تعلم القراءة والكتابة هي المقدمة الأولى لاستيعاب العلوم المختلفة عبر القراءة والكتابة فنحن إذا أردنا أن يكون خطابنا الإسلامي خطابا مقبولا ومؤثرا يجب أن نهيأ أرضيته والأرضية الأولى هي مستوى وعي الناس ومستوى علمهم لكي يستوعبوا هذه الحقائق الآن نحن نشاهد أن الكثير سواء من المسلمين أو من غير المسلمين لأنهم مستواهم دان متدني أو لأنهم لا يعلمون كثيرا من الحقائق لا يتمكنون من استيعاب الخطاب الإسلامي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح إن شاء الله في الحلقة القادمة نواصل هذا البحث ونذكر بعض المقومات الأخرى للخطاب الثقافي الإسلامي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تحيى العقالي اكتبعه يوم десяتên تحيى العقالي تحيى العقالي ترجمة نانسي قنقر